بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء احنا قررنا ان احنا كلما نيجي نتكلم عن جليس منتكلم عن جليس قاعد معنا يعني بتكلم عن جليس بيكون موجود معنا بحق وحقيقي ما منتكلمش عن جليس بيجي زي الفكرة لكن منتكلم عن جليس بيأثر في حياتنا وتأثيره في حياتنا ده هو اللي بيخلينا نتكلم عنه انا لاحظت في الفترة الاخيرة ومش بس في الفترة الاخيرة واتوقع ان ده سيستمر شوية ان في تجارة بقت من اعظم التجارات اللي هيحصل لها رواج في الفترة القادمة وانا لاحظتها بقى لها فترة وهي بتزيد 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 ومن مقترح ان هي تزيد اكتر التجارة دي هي تجارة ايه وبقى السمسار ده موجود معنا سمسرة التجارة دولة كتروا او بيمارسوا التجارة دي بمهارة وفائقة فيجعلوا النفوس بسهولة تبقى أسيرة لهذه التجارة ويبقوا محتاجين أن الناس تشوفوا الناس و هي بتتاجر في ده التجارة دي تجارة إيه تجارة الألأ والمخاوف أيوة بالضبط الشعور اللي عندكم دي آه والله صح هتلاقي سمسرة كتير للألأ كتير في حياتنا احنا متعودين ان احنا بنتكلم عننا ما نتكلمش عن حد تاني هتلاقي سمسرة كتير للألأ و هيقدمو لك اطروحات و هيقدمو لك كمان تحليلات تخليك تتأكد ان الألأ فريضة و ان انت لو ما قلقتش يبقى فيها اكعيب اطراحات كلها فيها انك انت لو كنت حكيم لازم تقلق ولازم تقع تبقى غريق في ايه في بحر المخاوف والأدلة ما قولكش الأدلة كلها موجودة على السوشيال ميديا و موجودة في الكلام في البيوت و الكلام مع سوائين التاكسي و مع الزمل في الشغل كلام في كل حتة اقلق ازاي ما تقلقش خلينا اقولكم حاجة زي ما بتشوف فيه تغير في الناس هم دايما بيتكلموا عن التغير بس كمان لما نيجي نتكلم عن التغير لازم كمان نتكلم عن التغيير لازم فيه تغييرات تحصل في المجتمع والاقتصاد والبيوت فايه اللي يخليك مستقر و انت بتتكلم كده انت ليه مستقر ايه اللي ما يخلكش تقلق يعني ايه اللي ما يخلكش قلبك يشتعل بنيران المخاوف والألأ انت لازم تقلق لا مش لازم تقلق يعني ايه مش لازم تقلق مش لازم لما يحصل اي مشكلة او يلتهي بالحال او يحصل اي ازمة مش لازم ان انت تكون قلقان فكرة ان انت عشان تبقى انسان تبقى لازم تكون قلقان ويبقى انت بتقاس انسانيتك بمقدار هروبك من الواقع وعروبك من اللي بيحصل ده مش هي دي الانسانية القلق يا سادة قد ما احنا بنقلق قد ما اماننا بالله سبحانه وتعالى بيكون على المحك الله يا سادة امننا فامننا من عند الله سبحانه وتعالى النبي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة واعلم انه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها واجالها لهذه الدرجة لدرجة ان انت لو رحت اغربت من مكان من رزقك رزقك ده يجيلك غزب عنك فاكرين الفيديوهات اللي كان بيجيبها الدكتور مصطفى محمود لما كان يجيب ازاي الدودة في وسط الشجرة بتتخرم الشجرة من طائر ومن اردى فتوصلها رزقها وهي جوه جوه في الشجرة الانسان بيوصله رزقه وفرحم امه الانسان هو في جوه في الجبل ربنا بيبعات له رزقه فلو سألتك ايه مصدر قالقك يا سيدي هتقول للتغيرات الاقتصادية والتغيرات النفسية وتغيرات العلاقات وتغيرات الناس فانا بقيت مش قادر اكون مطمئن في بيتي زوجتي مش بتتحمل معايا اعباء الحياة اولادي مش بيقدروني ولا بيقدروا متعبي اللي انا بعيشها من اجلهم فانا الان ان في المستقبل كل واحد وما يكونش معايا حد وما حدش يقدرني ويكون المستقبل مش مريح ولا مستقبل سعيد بس حضرت النبي علمنا بيعلمنا ايه بيعلمنا جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم جوامع كلمه يعني الاشياء الكلام اللي فيه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوتيت وجوامع الكلم يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل الكلام بتاع حضرة النبي واسع فعشان كده ما نتغفلش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حاول يفوقنا وما يخلناش نغرق في أوحال نفسنا الأمر بالسوق فقال لنا قرننا ما بين نموذجين نموذج يشوف الدنيا بطريقة ونموذج تاني هيشوف الدنيا بطريقة فقال حضرة النبي ايه لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحة بعوضة ما سقى الكافرة منها شربة ماء بقيت الحديث بيقول لنا بيكوننا منطق بيعمل لنا عقلية زهنية لازم نعنش بها مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ايه ولكن الله سقى الكافرة منها شربة ماء اذا الدنيا لا تساوي عند الله جناحة بعوضة فكأن المعنى اننا لازم نعبد الله سبحانه وتعالى ونعيد نظرتنا للدنيا والحياة ونشوفهم من عند ربنا سبحانه وتعالى خلينا اقول لكم حاجة انت ممكن من حقك وانا بكلمك كده تقول لي انت بتعمل كده ليه تسأل نفسك انا او انا او انا بحاول اعمل ايه انا بحاول حاجة واحدة بس بحاول اخليك تعيش الامان تعيش الطمأنينة انا بحاول مش اكلمك على الازمة اللي احنا فيها ولا بحاول اكلمك على اللي انت فيه دلوقتي انا بحاول اعرف ان المدة دي والوقت اللي احنا فيه ده هو الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رسالة رسالة بتقول ايه ان الكريم وان الودود لا يمكن ان اكون قد اجريت عليكم هذه الاحوال لكي اعذبكم انا لا اريد ان اعذبك ولكن اريد ان اهذبك كل تغير في الحياة بتاعتنا حتى على فكرة علماء الاجتماع وعلماء النفس بيقولوا ان كل تغير بيحصل في الحياة بيستقر الانسان والتزن اذا كان حدث فيه تغيير يبقى كل تغير بحتاج لتغيير وممكن يكون ده مصدق قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه يبقى كل المعادلات اللي بيستخدمها تجار وسمصرة القلق بتشترك في انها بتتكلم بنظرة واحدة ايه يا النظرة ان الله خارج المعادلة هتحس ان هم بيعملوا ايه بيكلموك على كل حاجة بدون ربنا فانت هتعمل ايه لو ارتفعت الاثار هتعمل ايه لو اتغير الناس هتعمل ايه لو ان اولادك ما بقوش جيل زد ما بيحترمش الاباء ولا جيل زد ما بيحبش ما بيحبش الانتماء ترتبك كنت زمان لما اروح لشيخي واقول له عشان تشوف بقى الشيخي كان بيعمل ايه بقى يقول بيربيني كان شيخي يقول لي ايه لما اقول له ان انا تعبان وحسس بالهم يقول لي ومعاك ربنا سؤال كان سؤال بيفوقني سواب يخليني افهم حاجة تانية خالص هو انا كنت شايف الحدث ولا شايف الحالة اللي انا فيها ازاي اجد ان انا كنت شايف الحدث او الحالة وليس الله معي انت لما بتفكر بعيد عن الله سبحانه وتعالى بتشوف الدنيا شيء عظيم ملي والايام والليالي تأتي بالاحداث الجسام اللي مش قادر على مواجهتها انا قالك ان انت كنت بتواجه الاشياء دي بحولك وقوتك اصلا انت لا تواجه شيء انت عبد وسيدك واللي بيحمل عنك سمعت قوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبح اذا سيدك واللي بيحمل عنك انت لك سيد قالك اليس الله بكاف عبده وانت تقوله مش بيصدق انا الان هو سبحانه وتعالى على عودك الا حسن وهل ازدى اليك الا مننا كم مرة شفت نفسك وانت رايح في الضياع وخرجك سبحانه وتعالى من الضياع ده وانقذك انت نسيت ان انت عبد اللطيف نسيت ان انت عبد الكريم نسيت ان انت عبد الودود نسيت ان انت عبد اللطيف سبحانه وتعالى يبقى تعالوا نخرج من النظرة دي نظرة ان احنا نشوف الدنيا من عندنا ويبقى النظر المسيطرة علينا حولنا وقوتنا وتعالوا نشوف الدنيا من عند الله عبد أمام وسائل وسيد يملك العبد والوسائل المال وسائل الجاه وسائل الأكل الشرب الحياة الشجر السماوات كل وسائل وعبد والسيد سبحانه وتعالى يملك العبد والوسائل سؤال فما ظنكم برب العالمين تظنك إيه برب العالمين ما ودعك ربك وما قاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه افهم وكتب على قلبك الباقي معك ما ودعك يا سيدي إحنا مش بنصنع حياتنا بالتخطيط على فكرة لا حسن حد يكون فاكر إن أنا بقوله ارم حمولك على ربنا وما تخططش لا إحنا بنخطط بس لازم نضع التخطيط في مكانه لكن إحنا بنبقى عايزين بالتخطيط دي إن نرضي ربنا بالتخطيط لإن التخطيط عبادة يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه التخطيط عبادة؟ أخذك بالأسباب وتخطيطك لهذه الأسباب لتصل إلى النتائج دي عبادة بس مش معنى كده أن أنت بتصنع الحياة حياتك أنت بتعيشها مش بتصنعها لإن حياتك مصنوعة على عين الله فإنك بأعيننا ربنا هو اللي بيصنع الحياة الله خالقه كل شيء فإحنا بنسعى ونفتح أبوابنا ونفتح قلوبنا ونفتح حياتنا عشان ربنا يصبنا عطاءه فيه والأرزاق كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورة يبقى احنا بالتخطيط بنمشي فتحين الأوعية والأكياس عشان إيه؟ ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات خزائن وملأة سحاء الليلة والنهار فإحنا بتخطيطنا فلما بنخطط بنسير إلى الله لأنه هو بيحب أن احنا نخطط نرجو أنه يرانا مش كسالة ولا عجزة وأننا لا نقبل عليه بمنتنا ونحن لا نقبل عليه ولكن باستثمار نعمته هو اللي من علينا مش احنا اللي بنمن عليه وعشان كده احنا بنقبل على الله بأن احنا نستثمر نعمته ومنته ولئن شكرتم لأزيدنكم فتخططنا واستثمار لمدده سبحانه وتعالى في مرضاته سبحانه وتعالى ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ليه سبحانه ما قال الناش رزقكم عندي وما توعدون عشان يعرفنا بتعبير عرب بديع أن أرزقنا لن يصل إليها أحد من اللي يقدر يرمس السماء فرزقنا الله سبحانه وتعالى هذا المعنى جعل رزقنا في السماء عند مولانا لا يصل إليه أحد لأن أرزقنا محفوظة بعين الأحد فمن فيش حد يقدر يوصل لأرزقنا وعشان كده نبقى إحنا فاهمين لا نتخيل أن أرزقنا يتحكم فيها أحد لأنها بيد الأحد وهنا بقى هنشوف نظرتين نظرة الآن اللي تجروا عليه وسمسرونه الألأ والنظرة دي جاي من عندي مين أقول لكم من اللي جايب عننا الشيطان ويعيدكم الفقر إيه ده الشيطان بيعيدنا إيه بيعيدنا الفقر فكل صوت بيكلمك عن الفقر فهو صوت شيطان ليه الشيطان ويعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء طب والصوت الثاني اللي بيؤمرني بالأمل والإقبال على الله ده صوت رحماني من عند الله والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع علي الله أوسع من حياتك الضيق أوسع من أيامك وليليك الله ما زال يخلق وهو الآن على ما عليه كان وما زال يخلق وما زال يبدع فالله لا يجري عليه لا يجري عليه ما يجري علينا ولذلك هو لا يجري عليك الأحداث زي ما قلتلك عشان يعذبك ولكن بيجري عليك الأحداث ليه ليعذبك تكون مهزب فتعرف كيف ترى الأحداث طب حد يجي يقول لي إزاي بقى نزيح الألأ ده ونرى الدنيا من عند الله نروح بقى ننتقل من الشيطان ويعيدكم الفقرة ويأملكم بالفحشاء ونروح للجهة التانية والله يعيدكم منه والله يعيدكم مغفرة منه وإيه وفضلا نروح الناحية التانية بقى والله فلما نروح الناحية التانية فإيه والله واسع علي يا سلام واسع الله أول حاجة عشان نقدر نعمل ده هقول لك على حاجات عملية ممكن نعيشها إحنا أول حاجة زود مصادر كسبك لون وعدد مصادر كسبك لا لأنك ترى أن رزقك يأتي من كسبك ولكن لأنك تريد أن أنت تقول لله أعلم أنك أردتني أن أخرج من كسلي ومن همي وأردت أن تزيح عن كاهلي كل همومي يا من أسعى إليك فالسعي ليس سعيا للمال ولكن سعيا لترى رزق الرب المتعال فغيروا وسعوا كسبكم وسعوا كسبكم عشان أنت عشان تشوفوا إيه رزق الواسع في ناس تفضل حط نفسها في هذا الأمر وكأنهم أنا أسف يعني وكأنهم بيختبروا الله أنت مش قلت أن أنت هتوسع رزقنا طيب وإحنا معتقدين أن أنت هتوسع رزقنا طيب ما تمشي إلى الرزق عشان هتشوف ساعة الرزق في الطريق لما هتتقدم وتمشي وتتحرك هتشوف ساعة الرزق الله سبحانه وتعالى فوسعوا كسبكم ليه لأن الله لا يضيعه أجر من أحسن عمله ولأن الله سبحانه وتعالى ماذا يرزق من يشاء بغير حساب ولأن الله سبحانه وتعالى طلب منا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اعملوا ولذلك حضرت النبي قال اعملوا فإنه كل ميسر لما خلق له اشتغلوا يبقى أول حاجة وسع مصادر رزقك ونوعها وما تحاولش تعمل لنفسك نمط في الرزق أنا والله أنا والله معايا أنا عندي شهادة فلانية فمش هشتغل للشغلانة دي إزاي أشتغل في أشياء خدمية يعني ده أنا رجل جاي ما أشوف بقى التسمية أنا أتسمحولي بعد إذن حضرتكم إن أنا أقول لكم إن أنا شايف إن فكرة تسمية بعض الكليات بإن هي كليات قمة في بعض الأحيان بيبقى التسمية دي جاي من النفس الأمرة بالسوق لأن إحنا لما بننزل الحياة إذا كانت الحياة القمة فيها بالأخلاق فبتكون فعلا الدراسة اللي أنا درستها أو العلم اللي أنا تعلمته لو ما تحولش إلى سلوكه إلى حياة ما بيقاش الإنسان ده في القمة القمة هي وإنك على علاء خلق عظيم فعشان كده خليك صاحب أخلاق صاحب أخلاق يعني مهما كانت شاهدتك مهما كانت الدرجة اللي أنت حصلت عليها نوع مصادر رزقك وعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الأرزاقة للعباد يعطي الأرزاقة للعباد إذا اكتهدوا مش هيبقى غريب إن أنا أقولك إن كتير من الأنبياء الله سبحانه وتعالى كانوا بيعملوا مهن يدوية بعضهم كان نجارا وبعضهم كان حدادا فإيه اللي حاصل وبعضهم كان راعيا فما فيش مهنة هتنقص منك لكن اللي هينقص منك إنك تعيش وإنت بتختبر مولاك وتعيش وإنت بتضيق على نفسك أنا أقول لكم حاجة الظرف اللي إحنا فيه والوقت اللي إحنا فيه أنا دايماً بقول لقد أزن مؤزن الرجول إيه مؤزن الرجول دا؟ عندما تأتي الأحداث الثقيلة فإن الأحداث فيها مناد ينادي من استطاع أن يتحملني ويرى في ذلك مدداً من الله فهو داخل في قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه يبقى هنا هو تصدق على ما عادت الله عليه إنت عادت الله عليه إيه عادت الله عليه كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعياته يبقى دي أول حاجة نوع أشكال الكسب حاجة الثانية غيروا نمط الاستهلاك أنا عايز أقول لكم حاجة إحنا الدحك علينا شوي لأن جات فكرة كده جابتها الحضارة الكمية وراح تمسربها لنا إيه يا سيدي؟ السعادة على متوى الرفاهة طيب يا سيدي ومؤشر الرفاهة ودليل الرفاهة هو الاستهلاك فكلما استهلكت كنت من أصحاب الرفاهة وبذلك تكونوا سعيداً فالناس استهلكت وما بقصوا عداء الأولاد اتعلموا إنهم من نجيب لهم اللعب ونجيب لهم الأكل ونجيب لهم البطاطس ونجيب لهم الحاجات وهم بيعياتهم فده أكبر دليل على إن الاستهلاك مش هو سبب السعادة وعشان كده دي أكذوبة أدت بها مين؟ الحضارة الكمية لازم نتخلص من الأكاذيب دي وكلما تخلصنا من ده كلما تحررنا شوف سيدنا عمر وبيحرر نفسه وبيحرر الناس ويقول لهم كلمة أو كلما اشتهيتم ومشتريتم تعالوا نتحرر أقول لكم حاجة تعالوا كتير من مستويات الاجتماعية تعالوا نتحرر من فكرة البرندات ونتعامل مع الأصلح ونتعامل مع الأحسن هل معنى كده بقول أن البنانجداد حرام؟ لا خالص فقال لك تحرروا تحرر ولذلك إلا حاصل حرروا أنفسكم بحكمة بحكمة إيه؟ يؤتي الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء وما يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا دي بداية دي بقيت ده تحقيب على قول إيه؟ والله واسع عليم وعشان الله سبحانه وتعالى واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء وما يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا يقولوا الألباب إيه ده؟ يبقى هنا لازم ندخل للحكمة والحكمة أن أضع الأشياء في موضعها فتعالوا نغير نمط استهلاكنا احنا فيه عايات كتيرة جدا بنستعملها سواء الراجل أو الست سواء الأب أو الأم أو الأولاد كل واحد فينا نمط الاستهلاك بقى فيه غاية السوق يعني ايه راجل يشرب على البيتين سجايا يعني إما السجار حرم أصلا وبعدين يشتكي يعني إيه ست مثلا بتشتكي وهي مصر على أن هي تجيب أشياء وتركينها لغاية مطبوص يعني إيه أولاد عندهم عندهم أن هم بيشغلوا فراغوا من العاطفي بيأكلوا وشربوا وحاجات ولعب محتاجين نفكر تاني هل لكم حاجة لما الناس بتشغل نفسها بالاستهلاك بتموت المواهب فيها والله العظيم مدعية الكلام ده الناس لما بيشتغلوا بيشغلوا عواطفهم من الاستهلاك بتموت المواهب فيهم وتموت الهوايات يعني هو بدل ما يقوم يتحرك ويمشي خطوتين يقول لك أنا عجيب حاجة كده أكلها قدام وأنا قاعد قدام ما عرفش إيه كده محتاجين نتناقش في نمط الاستهلاك بس أنا بحظة لما تيجي تغير نمط الاستهلاك هو هتكون تيجي تقول للاولاد والله احنا هنشيل ده ونشيل ده ونشيل ده ونشيل ده تعالوا نقعد مع بعض أنا أنت وأولادك وتعلم من أولادك اسألهم السؤال ده تعالوا أولاد تعالوا نتكلم بشكل واضح إيه اللي احنا محتاجينه وما نقدرش نعيش من غيره وإيه الأشياء اللي ممكن نستغنى عنه ونفهمهم فكرة الاستقافة الاستقافة الكمية اللي جات لنا وعلمتنا أن انت هتبقى سعيد لما تستهلك كتير تالت حاجة إمتى آخر مرة حسيت بإنزيم الرضا إنزيم الرضا بيجري في جسدك فرأيت ابتسامة قلبك اللي فيها رضا عن الله سبحانه وتعالى وعشان كده هقول لكم شوية إجراءات كده ممكن نجربها نفسنا ابدأ مع نفسك وابحث عن قدراتك واللي تقدر تعمله من عمل ابحث عن في علاقاتك مع الناس وبتدي استثمر الحالات اللي انت شاطر فيها واعمل بيها عمل جديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيبشرك من بات كلا من عمل يدي بات مغفورا له وعشان كده الله يعيدكم مغفرة منه وفضله توكل على الله شوف قدراتك وشوف علاقاتك واستثمر قدراتك من خلال علاقاتك الحاجة التانية اقعد مع ولادك وتكلموا عن احتياجاتكم واللي انتوا محتاجينه بشكل اساسي ولكن ده يحتاج منك ان انت تغير من طريقة تعاملك مع اسرتك فتنتقل من مسألة الفرض الرأي والسيطرة الى المشاركة ان انت تسمعهم اكتر عشان يبقوا راضيين ويتعلموا قيمة ان هما يكونوا راشدين في حاجة اسمها الرشد خل ادي اتيح لولادك والزوجتك والكل اللي معاك فرصة ان هما يكونوا راشدين واطرح عليهم اسئلة مش خاصة حاجة وما تفتكرش انك هتجرحهم لما تعدلوا ولا تغيروا وما تستهلكهم ده عشان هما هيتمنوا من بعض الاشياء الانسان بيتربى على فكرة بالاشياء المتروكة على سنة رسول الله سلم من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالانسان بيتربى بالترك ساعات اكتر ما بيتربى بالاخس فيتعلم حسن الاختيار وايه اللي يجب ان هو يفعله وايه اللي يجب ان هو ما يفعله هنا هيتعلم حسن الاختيار الحاجة التالتة خلوا في بيوتكم مجلس لحمد الله سبحانه وتعالى وياريت كل يبقى في المجلس لحمد الله سبحانه وتعالى ده كل اسبوع اجلسوا واحمدوا ربنا سبحانه وتعالى احمدوا ربنا سبحانه وتعالى على عطياء ورزقه وازاي هو موسع علينا وازاي هو مكرمنا واجمل حاجة ممكن نعملها ان احنا نجي على المجلس ده يبقى فيه مئة مرة حمد الله وكل واحد فينا بعد كده كل فرد من أفراد الأسرة يحمد ربنا على نعمة هو شايف أنه يمحور حياته ويرى أنه هو يستطيع أنه هو يعيش بيها مهما كانت الظروف وساعتها هتدخلوا كلكم لحضرة مولاكم وانت مكتوب على قلوبكم الباقي معك ما ودعك يا سيدة أنا مش شايف أن واحد يشوف الدنيا من عند الله المفروض يقلق لأنه ألأه لأن الألأ هيدخلك في ظلمة نفق لكن أنا شايف أن العبد اللي بيشوف الدنيا من عند مولاه يرى مولاه حتى الآن يتفضل ويتكرم وينزل عليه من العطاء ما يدخله في حضرة الأنس وحضرة الرعاية ولكن من رضي فله الرضا يا رب يعنى ندفع بنفس مستقرة كل أسباب الألأ والخوف بالرضا وبالسعي وبتغيير أنفسنا حتى نستحق أن نكون ممن غيرت حياتهم إلى أحسن حال لأنهم أحسنوا عليك الإقبال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يجعلنا دوما نتغير ونتبدل إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين بعض الفاصل نلتقي عشان نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي ده وقتها وقتها ليه لأن نتلقى عليها أسئلتكم ونخصص له نخصص لهذه الأسئلة المباركة اللي بتفضل جسر ممدود بيننا وبينكم في الصفحة المباركة صفحة بن نامج ولا تعسره ونجاوب عليها لما نخصص لها الوقت اللي احنا نخصصه لها دلوقت ونجاوب على أسئلتكم وأول سؤال وصلنا سؤال بيقول السلام عليكم لما بنقول لحد كل عام وانت بخير في سنة في رأس السنة حرام؟ ربنا يسامحك لا مش حرام ده حلال لأن في الحقيقة التهنئة برأس السنة تهنئة بذكرى وبي مشهد جميل وهو مشهد ميلاد السيد المسيح عليه السلام وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما ان احنا نظهر محبتنا للأنبياء والمرسلين ومش بس نظهر محبتنا للأنبياء والمرسلين نظهر محبتنا للجميع قال لكم حاجة من الحاجات الخطر اللي الناس في متى غطأ ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف فجي واحد راح تأخل كده بوشومية وقال لك أن تسلم عن من تعرف من المسلمين حضرة النبي ما قالش كده انت انت صاحب سلام انت صاحب نور انت صاحب رحمة انت صاحب بركة فازاي حد يكون شريكك في الوطن ولا حتى شريكك في الحياة ما تهنوش ببداية سنة جديدة وبداية نور وبداية بركة وبداية مدد من الله فالكلام ده أظن احنا تجاوزناه لازم نتجاوز نتجاوز يعني ايه خلاص الفتوى مستقرة من زمن على أن التهنئة اخواننا من السحيين واحنا بنهنيهم كل سنة هم طيبين وكل سنة هم ببركة وفي مسارات وفي بركات ونعيش دايما نبني مع بعض أنا يعني أنا أعدكم أننا دي آخر مرة جاوب على السؤال ده ليه لأننا بعد كده احنا هنتكلم عن حاجات تانية هنتكلم على أن احنا بنبني مع بعض احنا دلوقتي عندنا الأسئلة التي يجب أن تسأل هي أسئلة التنمية احنا كمان حتى أنا مش بقول بس أن احنا التهنئة تجاوزناها تجاوزناها يعني خلاص تجاوزنا منا انا كمان بتكلم على أن العيش المشترك خلاص بقى حقيقة ثابتة احنا دلوقتي بنتكلم على كيف نسعى في التنمية معا احنا بنبني جمهورية جديدة فخلاص الكلام ده مش بحتاجين نكرره مرة تانية هقول لكم ايه اللي بيخلي الأسئلة دي تتكرر في ناس كان مصدر رزقها ومصدر وجودها في الحياة المسائل دي المسائل اللي هي بتفهمل ايه بتعمل فرقة وتعمل طائفية وتعمل حاجات دي فيعيني هم مش قادرين يفهموا ان الكلام ده خلاص خلص يرجعوا كل مرة ويسألوا نفس الأسئلة ويقولوا للناس دي لأن صاحب أو صاحبة السؤال لما بيسألوا كده هو ايه اللي حصل واحد جيه رح نغيزها كده قال لها ايه على فكرة التهنئة حرام مش قادرين ينسوا خلاص ان الناس خلاص رجعوا لحياتهم رجعوا لحياتهم وان الكلام ده خلاص تجاوزناه التهنئة ليه غير المسلمين بعيد الميلاد عيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام أمر مشروع مش بس مشروع قد يكون أمر كمان احنا مطلوب مننا لأن سيدنا المسيح لابد ان احنا نسعد بي ورؤ وميلاده ونسعد بزهوره في هذه الأرض فالحمد لله على ميلاد السيد المسيح والحمد لله على هذه البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في حياتنا يا رب قدم علينا ان احنا نذكر ميلاد سيدنا المسيح بالتبجيل والاحترام والتقدير وكل عام واخواننا المسيحيين واخواننا في الوطن بخير وبصحة ونفضل دائما في سلام ومحبة ودايما نبني ونسعى في التنمية معا السؤال بعد كده بيقول انا متزوج من سنة 2015 ربنا يكتب لك الديمومة الحمد لله وعندي بنوتة وساكن في شقة ايجار نعم ومعي مبلغ من المال لا يكفي لشراء وحدة بسبب زيادة الاسعار المبالغ فيها وكل عام ايجار الوحدة بيزيد والاسعار في محافظتنا سواء ايجار او شراء كبير او شراء كبيرة جدا وفي ازدياد مستمر فقال من الممكن ان اخذ قرد شخصي لتكملة المبلغ وشراء الوحدة لا ده مش هيبقى اسمه قرد شخصي ولكن ده اسمه قرد لشراء سلعة فده جزء من تمويل السلعة فاذا انت اخدت المال وضعت كل المال في سياء هذه الوحدة او في اكمال مبلغ الوحدة فده تمويل لشراء الوحدة وده جائز وليس فيه حرمة وليس فيه شيء ممنوع يبقى اذا خدت الفلوس من هنا حطتها في شراء الوحدة ده جائز لان هذا من قبيل التمويل احنا قلنا التمويل هيكون في ثلاث حاجات هيكون في السلع وهايكون في الخدمات وهايكون في المشروعات الثلاث حاجات دول فلذلك اللي انت بتقوله ده اه يجوز ان انا اخد المبلغ من المال واضع كله فين واضع كله في السلعة ويكون ده جائز وليس من قبيل الحرام ولكن هيكون من قبيل التمويل السؤال الثالث عندي مبلغ من المال في البريد واريد ان اسحبه واضعه في البنك لزيادة الفائدة لزيادة الريع ما بحبش كلمة الفائدة ليني غير صحيحة غير صديقة على فكرة لزيادة لزيادة الفائدة لكي استعين به في زواج ابنتي فما حكم الشرع في هذه الفائدة المرتفعة لا وانت لما تضع المبلغ ده انت بتمول مشروعات البنك فيه اشكال كتيرة لتمويل مشروعات البنو الشكل الاولاني اداع المال اداع المال في حساب جاري او حساب استثماري في حساب جاري او حساب استثماري لما الحساب الاستثماري هو اللي بيجي عليه ريع يبقى الحساب الاستثماري هو الحاجة التانية الوديعة ده كمان تمويل لمشروعات البنك حاجة الثالثة شهادات الاستثمار كل ده من قبيل التمويل فالريع الذي يأتي عليه دريع عائد ده ربح وليس فائدة ولذلك يجوز ان انت تأخذ هذا المال وهذا المال من قبيل الحلال ومن قبيل المباح وهذا المال الذي اخسته ان شاء الله ربنا يبارك لك فيه وهو من المال الحلال ليه؟ لان مش من المعقول ان حد بيقول دلوقتي ان انا لما بدع المال في البنك انا بقرض البنك لان البنك ببساطة خالص القرض نوع عقد من عقود الارتفاق عقد بيقوله بيه حتى بيصنفوه على انه عقد من عقود التبرع لان انا بتبرع بيعائد عذا المال ومحدش قال ابدا ان انا لما بدل البنك الاموال فانا بعمل ايه؟ فانا بحاول ان انا اقرض البنك هذا مش صحيح نيتي مش كده انا اقصد ان انا اعطي البنك عشان اربح والبنك يربح يبقى انا قصدي ان انا احصل على المال وان البنك كمان يحصل على نوع من انواع الربح ونوع من انواع الحصول على مراده يبقى عندنا الغرض متاع المتعاقدين مفوش خالص ان في حد بيرتفق بالتاني ده واحد قصد الربح واحد قصد الارباح خلاص يبقى ايه اللي حاصل يبقى ده ليس من قبيل القرد يبقى مش هنطبق عليه قاعدة كله قرد جرى نافعا فوربا مفيش هنا مفيش قرد عامل بالضبط زي واحد بيقول له ماعزة ولو طارد مفيش قرد يا سيدي مفيش قرد عشان يبقى حرام قال لي بس الفايدة سابتة قلت له اعمل عارف ان الفايدة سابتة بس هي مش فايدة اولا لكن ده مش فايدة سابتة دريع محدد مسبقا واحنا في حيات كتيرة ممكن نحددها مسبقا في الشركة ممكن نحدد كمان في المضاربة قال لي انت بتاخد بس فلوس على رأس المال قلت له اعمل باخد فلوس على رأس المال الموضوع اللي بيشتغل قال بس دهات ممكن يكون يوقعنا مفيش ربا قال لي طب ليه العائد ده سابت قلت له هو محدد مسبقا بس هو بقى انت في امام عينك سابت لكن هو متغير متغير ليه والدليل على ذلك انه ممكن يتدخل البنك بمركزه ويغيره لو كان ثابتا ما كانش ممكن يتغير اعمل ايه اعمل انا شايفه سابت ليه قال له لان انت مش بتشاء مش بتمول مشروع واحد من مشروعات الايه من مشروعات البنك انت بتمول جملة مشروعات البنك ففيه خسارة وفيه ربح وفيه صعود وفيه مؤشر بيطلع وعشان كده استخدمنا شوية حاجات استخدمنا الدراسات المستقبلية استخدمنا كمان دراسات الجدوى استخدمنا دراسات السوق واستخدمنا كمان الجدوى الاكتوارية والمؤشرات الاكتوارية فخرجنا بحساب ممكن بشيء من الاختصار وشيء من التبسيط زي كده متوسط لكل المشروعات دي وهو ده التحديد المسبق للريع وعشان كده ليس هناك ما يسمى اني ده ثابت لكن محدد مسبقا احنا كده ردين على كل الشبهات وعشان كده فلوس اللي انت تدخدها دي جائزة وحلال لو سحبتها من هنا وحطتها هنا ده جائز وليس حرامة نعم السؤال اللي بعد كده بيقول ابن اخي طالب سنة وبيذاكر من المنصات التعليمية على المواقع وفيه مدرس كيمياء كيمياء الناس هكرت المذكرة الخاصة به ونزلتها للعامة والمدرس ده اتحسب في اي حد ياخد المذكرة وابن اخي مش بياخد دروس خصوصية لضيق الحال فقال له ونزل المذكرة هذه حرام في حين هي متاحة للجميع الان وشكرا جزيلا لفضيلتكم اول حاجة ان الشخص اللي هو تعالوا نتكلم عن المدرس ده المدرس اللي هو عمل الكلام ده هو يتكلم عن العلم والاصل الاصل الاصل ان العلم ده حقوقه مسبلة حقوقه مسبلة اما نتكلم عن الملكية الفكرية شوية نتكلم شوية بسيطة عن الكلام عن الملكية الفكرية فالاصل ان العلم ده وصل لهذا المدرس من استاذ والاستاذ ده علمه من غير حساب فلما وصله لعلم المفروض ان هو لا يكتم العلم طيب اما لايه الحكاية هو بازل مجهود معين فرتب اشياء وقدر اشياء فبقى في ملكية فكرية لهذا الترتيب نعم فهو ايه اللي حاصل انه اللي هو عمله ده له حق فيما رتبه فايه اللي حاصل ولكن يبقى ان حق العلم مسبل لانه هو لما تعلمه عن حد تاني عن استاذه اللي علمه له انه اصل المعرفة دي هو استاذه وكمان ما خدش منه حاجة ده استاذه علمه وهو بعد كده اخذ الامر ده وتعمله وهنا بتقع بقى مسألة مهمة جدا في التوازن في النظر الى الملكية الفكرية هو فيه جزء هو ملكه وهو الترتيب والتنسيق وجزء مش ملكه اللي هي المادة نفسها الكيميا نفسها الجداول الجداول بتاع الالكترنات وكلام عن دوت وكلام عن المعادلات ولا يملكه ده ملكوا الناس اللي اكتشفوا ده وعشان كده ببساطة خالص فيه جزءين جزء ان العلم مسبل وجزء ان العلم حصل فيه ترتيب وحصل فيه انتاج جديد العمر التاني انه فيه طرق مهمة جدا جدا لتسجيل هذه الاشياء ايه الطرق ان يروح للطرق الشرعية عشان يقدر يحاسب الناس اللي عملت كده انا انا معه ان الشخص لو قال انا لا اسمح بان حد ياخد الشيء اللي انا صنعته ده ويعممه فليس هذا من ما يجوز لا هيبقى ممنوع انا لو عايز المعرفة اروح الصلاة من حد تاني فلذلك هناك حرم على الشخص الذي هكر هذا الحساب لهذا الشخص تاني يبقى ايه اللي حصل الشخص اللي هكر هذا الحساب لهذا الشخص هو فعل حراما طيب الشخص بقى اللي يستعمل ده ايه مدخل الحرام اللي عنده مدخل الحرام اللي عنده انه هو يتعاون على الاسم والعدوان هل الشخص الذي ينظر في هذه المذكرة يتعاون على الاسم والعدوان الجواب لا لان الفعل تم الفعل تم خلاص وده انتشر ولازم ده نركز واحنا بنبص المسائل الالكترونية وخلاص الحاجة دي تم اخذها ونشرت فبقت زي اي حاجة موجودة على شبكة التواصل الاجتماعي يبقى مين الذي تعدى على اصرار وخصوصية الشخص المهكر وهذا حرام عليه طيب هذا حرام عليه يعني ايه يبقى لو حد يحتسب يحتسب على هذا الشخص طيب الشيء بقى لما طرح فيه على العام وفيه جزء مسبل فهو بيتحسب من على اي حد يطالع ده انا لقيت شيء لم اشارك على اخذ من هذا الشخص وعلى فكرة نشره مش هو المشاركة في الاسم والعدوان ده المشاركة في التهكير هو المشاركة في الاسم والعدوان طب الاستعمال ده خلاص هو تحول الى معلومات على شبكة المعلومات العالمية طب يقول لي طيب هل ده ينفع يتلم لو كان انا فعلي بالامتناع ده هيلم الحاجة كان ماشي سوى خلاص خلاص يعني ايه تحول من الخاص الى العام من اللي حوله من الخاص الى العام المهكر يبقى هو اللي عليه الاسم فاذا استعمله ابن ابن اخوك مش هيبقى مستعمل لشيء محرم لانه مستعمل لمعلومة طب الشخص اللي عمل حسبنا ده هو له ان يطالب بالحق القانوني من ذلك الشخص المهكر ويطالب بحقه حقه في الملكية الفكرية بس هذا الامر لما اشيع ما بقاش الشخص ده المستعمل له بيشارك في الاسم والعدوان طب ليه طيب لانه اصبح معلومة عامة بالعكس ده هو ممكن اللي يستعمله كمعلومة عامة يكون ده فيه ترويج لهذا الشخص اللي هو الشخص اللي هو ده المدرس ده ده بقى بالنسبة له ترويج عشان يجيله تلامزة بعد كده كتير وانا عايز اقول له ان انت لازم تركز في هذا المعنى يبقى الاثم على ذلك الشخص المهكر وليست على المستعمل لانه يستعمل معلومة متاحة في الامر ولان الامر اذا تحول حل خلاص اللي كان صعب الاسم ذلك الامر ولكنه تحول الى شخص اخر هو لم يساعد ولم يكون هو مشاركا في الاثم والعدوان يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا بشكل واضح عن مسألة جليس اسمه جليس القلق وجليس الوسوس وممكن واحد انا بتكلم حتى في السؤال الاخير ده واحد هو عايزني كل ما حسسه انه هو عيعيش في الحرام وانه لازم يبتعد عن الحرام يبقى دوة علامة الايمان احنا مش جايين عشان نقلق الناس ولا نخوف احنا جايين عشان نقول للناس ان الله سبحانه تعالى بهم لطيف وان الله سبحانه تعالى بهم كريم وان الله سبحانه تعالى جعل الحلال بينا والحرام بينا ولكن ما امرناش ان احنا نوسع دائرة المشتبيهات في حياتنا امرنا ان نرد كل حاجة الى مكانها ونرد قلقنا لفضل الله ايه رأيك لو رضيت القلق لفضل الله مين الله يغرق في التاني اكيد فضل الله واسع واكيد كرم الله اوسع واكيد الله سبحانه تعالى خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار فالحمد لله على انك انت الله وانك واسع كريم ودود يا رب العالمين اجعلنا من اهل اليقين واجعلنا مطمئنين بانك تنظر الينا بلطفك وكرمك وودك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة